اهلا عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب يا رب كلكم تبقوا بخير اهلا وسهلا بكم في كورس بايزيك فرماكولوجي فور كلينيكال دي بارتمينت فور اه ستولينس اف الكسندريا اه حنبتدي النهاردة موضوع جميل جدا على وهو البيزيك فرماكولوجي وزي ما كنا قلين هنتكلم النهاردة في الاصل والاساسيات لهذا العلم ونبتدي نذاكر يا شباب من اول هذا الول في البداية عابب ان انا اعرف نفسي انا دكتور ابراهيم السيد خريكوليد صيدلة جامعة اسكندرية دفعة 2006 الحمد لله حصلت على الماجستير بتاعي في الفرماكولوجي 2013 وحصلت كمان على الدكتوراه بتاعتي في الفرماكولوجي من جامعة الكاهرة الفين وتسعة عشر ففي البداية خالص هنتكلم مع بعض ما معنى كلمة فرماكولوجي كلم بسيطة للغاية كلمة فرماكولوجي معناها علم الدواني لو جينا بصينا لكلمة فرماكولوجي أولوجي دايما معناها علم وكلمة فرماكو جاية من كلمة لاتينية اسمها فرماكولي التي تعني كلمة دراج وبالتالي كلمة فرماكولوجي معناها علم الدواني في هذا العلم انت هتدرس كل الأساسيات اللي تخليك بفضل الله دراج أكسبرت ما ننساش دايما ان احنا هنتخرج ويبقى اسمنا كلينيكال فارماسيست مهم جدا هو انا اسمي ليه هيكون فارماسيستي يعني ليه هيجوا يقولولي يا فارماسيست البداية والموضوع كله بيتكلم على ان كلمة فارماسيست هي جاية في الاساس من كلمة فرماكولوجي لان الصيدلي المادة الاساسية اللي بيدرسها وتؤهله ان هو يبقى فاهم الصيدلاء بشكل كبير جدا هي مادة علم الدواني وبالتالي المادة دي مهمة جدا بالنسبة لنا لان احنا دايما بنقول ان الفارماكولوجيست القوي هيبقى فارماسيست قوي وبالعكس صحيح وبالتالي هذه المادة بالنسبة لنا مهمة جدا لان هندرس فيها اساسيات الدواء هندرس فيها كل ما له علاقة بالدواء وفي الاخر الخاص هنكون دراج اكسبرت هتبقى خبير بالدواء عشان افهم فارماكولوجي كويس لازم اكون فاهم او عندي اساسيات الفيسيولوجي اللي هو علم ووظائف الجسم لازم اكون فاهم حاجة اسمها الباثوفيسيولوجي اللي هي علم الامراض يبقى المادتين دول بالنسبة لنا مادتين مهمين ان انا افهم علم ووظائف الجسم جسمي في الطبيعي بيعمل ايه وكمان افهم جسمي هيحصل له ايه لما يكون في مرض تالي من الحاجات المهمة جدا الفيسيولوجي والباثوفيسيولوجي كمان باذن الله هندرس بعد كده مواد زي ودي بنتكلم فيها عن الدواء بالنسبة للانسان لان الفارماكولوجي كعلم هو مين اللي بيتقال عليه ان هو الفارماكولوجي كعلم بنهتم اكتر بالدراسة على الحيوانات الفارماكولوجي دايما بيتم اكتشاف الدواء عن طريق ان احنا بنعمل مجموعة من الاستادز بنعمل مجموعة من الاكسبرمنتز من التجارب والتجارب دي بتبقى في الاغلب على الحيوان اما الكلينيكال فارماكولوجي فهو علم بنهتم بالادوية واسترداماتها بالنسبة للانسان دايما كلمة كلينيكال معناها هيومن وكلمة بري كلينيكال معناها دايما انيمالز هندرس كمان مع تقدم المواد بتاعتنا هندرس مادة مهمة جدا الى وهي الفارماكو ثرابيوتيكس ودي بنسميها علم العلاجيات علاجيات من اللي بندرس ايه هو العلاج الانسب في كل مرض وعشان نفهم الكلينيكال فارماكولوجي ونفهم الفارماكو ثرابيوتيكس اللي هي علم الفارما في الانسان وعلم العلاجيات اللي هو العلاج الامثل في كل مرض وترتيب العلاجيات يعني الضغط لما بيبقى عالي ايه هو الدواء رقم واحد اللي هنستخدمه ايه هو الدواء رقم اتنين اللي هنستخدمه عشان نفهم هذا الكلام انت مطالب ان انت تفهم فارماكولوجي كويس جدا وبالتالي اهمية الفارماكولوجي بتيجي منين بتيجي من ان الفارماكولوجي واحدة من المواد الاساسية تعتبر اهم مادة موجودة عندك والدليل على كده ان اسمك مشتق من هذه المادة اوكي? طيب يبقى احنا لغاية دلوقتي ذكرنا ايه? احنا مذكرناش اي حاجة وما زلنا بنتكلم مع بعض على نقطة مهمة جدا ان الفارماكولوجي هندرس فيها ايه? وما تنساش ان المادة اسمها ايه? اسمها بايزيك فارماكولوجي. وزي ما اتكلمنا مع بعض ما معنى كلمة فارماكولوجي كلمة فارماكو ها معناها فارماكون وفارماكون معناها درج وبالتالي هنا احنا بنتكلم على درج وكلمة معناها الساينز او البرانسبل اساسيات علم الدواء. وزي ما اتفقنا ان في المادة دي هندرس كل ما له علاقة بالدواء وحنتخرج في الاخر هيبقى اسمنا ايه? هيبقى اسمنا درج اكسبرت. فيه نقطة مهمة جدا دايما بنسأل نفسنا فيها. طب هو يعني ايه درج? دي برضو من التعريفات المهمة. كلمة درج بنسبانا معناها ايه? كلمة درج دي كلمة تقال على اي مادة كيميكال. وكلمة كيميكال ما تخوفش اي مادة كيمائية. الميا كيميكال. اي مادة كيميكال يا جماعة بتستخدم في حاجة من ثلاثة. يا اما تعمل تريتمينت لديزيز. يا اما تعمل دياغنوزس لديزيز. يا اما تعمل بريفنشن لديزيز. يا اما تعالج مرض. يا اما تعمل وقايا من المرض. كلمة بريفينت معناها بروفيلاكسز او وقايا. وكلمة دياغنوزس ان انت تعرف اذا كان المرض موجود ولا لا. يبقى كلمة drug هي كلمة تقال على أي مادة chemical تقدر أن أنت تستخدمها لحاجة من ثلاثة إيه هما الثلاثة؟ أقدر أن أنا أعمل بيها treatment أو diagnosis أو prevention جميل جدا طيب هندرس إيه كمان في المادة بتاعتنا هندرس شيء غاية في الأهمية اسمه pharmacokinetics وحندرس pharmacokinetics يبقى مين لي في الintroduction تاع pharmacology هندرس حاجة مهمة جدا اسمها إيه داكاترا هندرس حاجة اسمها pharmacokinetics كلمة kinetics معناها حركة وكلمة pharmacok معناها دواء يبقى هنا بندرس حركية الدواء الدواء بتاعي لما أجي أخدوه هيتحرك ويروح فيه مين لي هنا بندرس تأثير البادي على الدراج دايما في الكينetics بنشوف effect of body على الدراج لما باخد الدواء بتاعي الدواء بتاعي لما هيجي يخش جوه جسمي هيتحرك ويروح فين؟ خلاص؟ هنا بيقولوا دايما تأثير البادي على الدراج يبقى الفرماكو kinetics معناها تأثير البادي على الدراج مهم جدا ان في هذا العلم احنا هندرس في الكينetics كلمة خطيرة جدا ها اللي هي تأثير البادي على الدراج مين اللي هندرس كلمة قدمي؟ اه ايه قدمي دي؟ دي كلمة من الكلمات المهمة اللي هو أنا بذاكر لازم أخدها في بالي وحطها في بالي جدا كلمة بسميها قدمي اللي هي ايه قدمي؟ اه قدي ايه من الدواء بتاعي حيحصل له absorption امتصاص قدي ايه الدواء بتاعي حيحصل له distribution اه distribution يعني يعني تشر اه في الجسم حيحصل له metabolism فين؟ metabolism مين لتكسير الدواء وتكسير الدواء مين اللي بيبقى في الكبد في الليفر وهيحصل له execution ازاي؟ اخراج ازاي؟ ومين اللي الاخراج عن طريق كده اذا الفارماكو كاينتكس معناها تأثير البادي على الدراج الفارماكو كاينتكس معناها افاكت البادي على الدراج ودايما هنا بدرس كلمة قدمي ألا وهي ايه كلمة قدمي؟ absorption, distribution, metabolism, excretion ده معنى كلمة ايه؟ كلمة فارماكو كاينتكس هناك كلمة اخرى ممتازة جدا اسمها ايه؟ اسمها فارماكو دايناميك طب ما معنى كلمة فارماكو دايناميك تعال نبص كلمة فارماكو معناها drug وكلمة dynamic معناها action يبقى هنا انا بدرس الaction بتاعة الدواء ومين اللي بدرس الميكانيزم of action بتاعة الدواء؟ بدرس ايه؟ بدرس تأثير الدراج على البطل الدواء هيعمل ايه في جسم الانسان تأثير الدراج على البطل الدواء لما هيخش جوه الجسم هيشتغل فين؟ هيمسك فينه تارجيت عشان يبتدي ان هو هيشتغل فمين اللي هنا احنا بنتكلم ان الدراج دايما بيكون ليه receptor يبقى اغلب الادوية بيكون ليها receptor بيكون ليها مستقبلات المستقبلات دي هي اللي عم طريقها بيحصل الانتر اكشن يمسكه في بعض ويحصل الباينينج يمسكه في بعض ويحصل تغيير فيه شكل الخلية وتغيير فيه حاجة اسمها signals transduction ويدينا الافكت في الاخر يبقى دايما في الفارماكو دايناميك بنتكلم على الدراج اكشن بنتكلم على الميكانيزم of action بتاعة الدواء بنتكلم على الريسبتور المستقبلات اللي الدواء بيمسك فيها يبقى دول كلمتين مهمين للغاية هنتكلم عليهم بالتفصيل وإحنا شغالين كلمة kinetics وكلمة dynamic kinetics معناها حركة الدواء dynamic معناها الدراج اكشن طيب هنتكلم على ايه كمان هنتكلم على حاجة اسمها الفارماكو جيناتكس ده معناه ايه ده معناه العلم الجيني جيناتكس او جيناميك جيناتكس او جيناميك اللي هي الجينات بندرس دايما تأثير الجيناتك ديفرانس تأثير الخلل الجين او الاختلافات الجينية في الدراج ريسبونس فحاجة اسمها ايه يا جماعة حاجة اسمها الدراج ريسبونس امثلة كتير جد حاجة اسمها الاسيطايليشن بوليمورفزم ان في بعض الناس بيحصل الاسيطايليشن للادوية بشكل عنيف جدا وفي ناس الاسيطايليشن للادوية بيحصلها بشكل اهل يعني ان يتركب على الدواء مجموعة بنسميها مجموعة الاسيطايل اللي هي سي اتش سري دي مجموعة كيمائية بتتركب على الدواء ولما بتتركب على الدواء بيدينا فورمز مختلفة وبيدينا اشكال مختلفة من الدواء الاسيطايليشن ده ممكن يكون عند بعض الناس سريع جدا وعند بعض الناس قليل جدا فحنتكلم على الاسيطايليشن وتأثيره في الريسبونس بتاع الدواء كمان في حاجة اسمها سيرتين انزايم اسمه بيوتايل كولين استريز سيرتين انزايم اسمه كولين استريز او بيوتايل كولين استريز هذا الانزايم هندرسه بالتفصيل باذن الله بعد كده هذا الانزايم بيكسر دواء اسمه الساكسينايل كولين كسر دواء اسمه الساكسينايل كولين اسمه ايه اسمه البيوترايل كلينستريس ده انزايم هذا الانزايم بيكسر ده واسمه الساكسيناي الكولين وبالمناسبة الساكسيناي الكولين ده عبارة عن سكيلتاvetal muscle relaxant يعني سكيلتالموسل relaxant يعني بيريح العضلات ولو استخدامات فيه العمليات الجراحية في بعض الناس هذا الانزايم كتير فحيحصل إيه لي الساكسنايل كولين يتكسر بشكل عنيف يتكسر يعني يفق التأثير وممكن عند بعض الناس هذا الإنزام مش موجود فييجي الشخص ياخد الساكسنايل كولين الساكسنايل كولين ما يتكسرش في الجسم فيبتدي يحصل له accumulation ولو الساكسنايل كولين حصل له accumulation وحصل له تجمع جوه الجسم لإنه ما بيتكسرش مفيش الإنزام اللي بيكسره اللي هو بيوتايل كولين ستريز فيحصل إيه للساكسينايل كولين تلاقيه يزيد جوه الجسم ولما يزيد جوه الجسم اللي قدر الله يعمل دوكسيسيتي ممكن لنقدر الله يعمل خلل في التنفس ويوقف التنفس تماما دي الدوكسيستي بتاعته ويعمل كونديشن باردية مشهورة جدا في الكتب اسمها إيه اسمها حندرسها بالتفصيل بإذن الله اسمها ساكسينايل كولين وبالتالي دي واحدة من المشاكل اللي احنا ممكن نشوفها وبالتالي الخلل الجيني ده مهم جدا تكلم عليه بإذن الله بالتفصيل بعد كده يبقى ده معناه إن الخلل الجيني ممكن يعمل لنا اختلاف في ان يبقى عالي شوية في بعض الناس وإن يبقى قليل شوية في بعض الناس جميل جدا طيب هنتكلم على إيه كمان هنتكلم على مصطلح مهم جدا اسمه الأدفورس دراج راكشن ألا وهي عيوب الأدوية الأدفورس دراج راكشن أو الآثار الجانبية للأدوية خلاص اللي هي بتبقى حاجات يعني يعني مش مقصودة خلاص أو غير مرغوفية ودي بتحصل بتحصل طبعا نتيجة استخدام دوزز عادية في الهيومان يعالج حاجة معينة وممكن يكون لي أثار جانبية في حتة معين خلاص والأدفورس دراج راكشن دي لا تشمل يعني لا تشمل لا تشمل أو أو الانتحار اللي هو الانتنشنل أو اللي هو التسمم دو قصد أو بغير قصد وبالتالي هي عبارة عن حاجات خلاص بتحصل في وعلى فكرة يعني هي في الأغلب بتبقى يعني بتبقى حاجات سيئة ولكن أحيانا بتبقى حاجات تخيل أحيانا بتبقى حاجات مفيدة ودي هناخدها مع بعض وإحنا شغالين خلاص يبقى أحيانا الأدفورس دراج راكشن دي ممكن أنها تكون ومفيدة للمريض بشكل جيد إذن يبقى مين اللي إحنا بنتكلم هنا على بعض المصطلحات اللي إحنا تكلمنا عليها لأن إحنا ما زلنا فيه وبدأنا نتكلم بعض على شيء مهم جدا اسمه إيه؟ اسمه الفرماكو كاينتكس وتكلمنا على شيء مهم جدا اسمه إيه؟ اسمه الفرماكو ديناميك وشيء حبيناه جد جد وبدأنا نتكلم كمان على الفرماكو جيناميك أو الفرماكو جيناميكس وتكلمنا على كمصطلحات هنبتدي نتكلم في إيه بقى؟ هنبتدي نتكلم في بعض العنوين المهم زي كلمة فرماكو فرماكو ديناميكس يعني ايه فرماكو ديناميكس يا جماعة خلاص قلنا كلمة فرماكو يعني دراج وكلمة ديناميك يعني اكش وقلنا مين اللي هنا بنتكلم على تأثير الدراج على الباضي وقلنا ان الدراج بيمسك في ريسبتور ولما بيمسك في ريسبتور بيبتدي انه هو يدينا افكت نكتوب هنا ان الدراجز انتر اكت مع البيولوجيكال سيستنز زي الريسبتورز المستقبلات اللي موجودة في جسمنا والدراج كل فكرته في الحياة انه هو ميميك انه هو يشابه ميميك ورزامبل يعني يشابه برضو الافكت اللي موجودة جوه جسمنا او ممكن يكون بيعاكس يعني الادوية اللي احنا بناخدها دايما الادوية لا تأتي بشيء جديد يعني انت دايما في ايديك فيه خمس صوابة هل لما اخدنا دواء الدواء داي يخليك عندك ست صوابع في الايد الواحد لا الدواء هو بيشتغل شابه الحاجات اللي موجودة في الجسم انا جوه جسمي مجموعة من الهرمونات ومجموعة من الموصلات الحصبية فباخد الدواء الدواء هيشتغل ازاي هيشتغل بشكل انه هو يشابه ها يشابه اللي بيحصل في الجسم وده ساعتها بيسموه اجونست لو بيشابه اللي بيحصل في الجسم ساعتها بيسموه اجونست ولو بيعاكس اللي بيحصل في الجسم او بيعملو بلاك بيقفلو ساعتها بيسموه انتاجونست يبقى الدواء دائما وابدا لم يأتي ولن يأتي بشيء جديد وزي ما اتفقنا هو معنى كلمة درج كلمة درج دي كلمة تقال على اي مادة كيميكل نقدر ان احنا نستخدمها لحاجة من ثلاثة نقدر ان احنا نستخدمها نقدر ان نستخدمها نقدر ان نستخدمها نقدر ان نستخدمها ايه حنتكلم عليه بقى دي نقطة مهمة وانت بتذكر تبع عارف ان الدرج لا يأتي بشيء جديد الدرج يا اما حيشابه الجسم يا اما حيعاكس الجسم بتاعه خلاص احنا اتفقنا ان الدواء عشان يشتغل لابد ان هو يمسك في ريسابتور يبقى الدرج بتاع اهو يبقى نقطة بهذا الشكل لابد ان هو يمسك في ريسابتور اه مستقبلات المستقبلات دي في الاغلب بتبقى موجودة على سطح الخلية او موجودة جوه الخلية خلاص والريسابتور ده بيبقى حاجة كبيرة جدا كاستركشن في الاغلب بيبقى حاجة مكرو وبروتين النيتشر ويبتدي الدرج بتاعي يمسك في الريسابتور لو هو ده الدرج بتاعي اهو ده الدرج وده الريسابتور يبتدوا ان هما يمسكوا في بعض بشكل ما ويمسكوا بشكل بريسايز بشكل دقيق جدا وفيزيكو كيميكال يعني مش اي كيميكال استركشور واي فيزيكال بروبرتز تقدر ان هي تخلي الدواء يمسك ده لابد بشكل معين يحصل بينهم وبعض بيسموها دايما في الكتب كي اندلاك يبقى الدرج والريسابتور بيمسكوا في بعض من بابداء الكي اندلاك اللي هو المفتاح والقفل خلاص المفتاح لما تيجي تدخله في الطابلة بتاعة الباب لابد ان انت تدخله بشكل معين وتلفه بشكل معين ويبتدي يديك الافكت اللي انت عايزه اللي هو ان الباب يتفتح يبقى الريسابتور زي ما اتفقنا بيبقى حاجة كبيرة جدا والدرج بيمسك فيه بشكل ما بشكل بريسايز جدا زي ما اتفقنا بقاعدة الكي اندلاك الريسابتورز في الاغلب بتبقى بروتين وممكن تكون انزايمز او دي ايه الريسابتورز مهمة جدا الحتة دي ممكن تكون يعني ايه معناها ان هي تبقى على سطح الخليل ترانسميمبرين معناها على سطح الخليل وممكن الريسابتور تبقى فين كمان انتراسيلر يعني ايه انتراسيلر انتراسيلر يعني جوة الخليل جبقى الريسابتورز ممكن تبقى فين او فين ممكن تبقى وممكن تبقى من الحاجات المهمة جدا ان احنا زي ما اتفقنا مع بعضينا ان اي درج في الحياة لابد ان هو يكون لي ريسبتور بيشتغل عليه. يبقى الدرج دايما لازم يكون لي ايه? لازم يكون لي ريسبتور يشتغل عليه يا جماعة. يبقى الدرج لازم يكون ليه ريسبتور يشتغل عليه. خلاص? بس اخد بالك بقى. في بعض الامثلة لبعض الادوية تيجي تاخدها تدي افكت او تدي اكشن من غير ما تمسك فيه ريسبتور معين. زي مين الادوية اللي ملهاش ريسبتورز? يبقى تسعة وتسعين في المية. من الادوية في الحياة لها ريسبتورز. ادوية كتير جدا وكلها تقريما لها ريسبتورز ولها مستقبلات. وزي ما اتفقنا مع بعض ان الادوية دي عشان تدي افكت لابد انها تمسك في ريسبتور. والريسبتور ده اللي هو المستقبلة تمسك فيه بشكل معين وبطريقة معينة زي ما اتفقنا اللي هي قاعدة الكي اند لك. جميل جدا. لكن في بعض الادوية ما بيكونش لها بقى ريسبتورز. زي مين الادوية اللي ملهاش ريسبتورز دي برضو تحفظها لي. ادوية اسمها الانتاسيدز اللي هي بنسميها ادوية مضادات للحمودة. وفي ادوية اسمها اوزماتك دايوريتكس. اوكي. دي بتنزل المية اه من الجسم بطريقة معينة. فاعرف لي ان المثالين دول دول ما لهمش تارجت او ما لهمش ريسبتورز. يبقى لما جي لك انا في الامتحان واقول لك ان كل الادوية في الحياة ليها ريسبتورز او ليها تارجت اكسبت مين تقولي الانتاسيد وتقولي الاوزماتك دايوريتكس. طيب. برضو هنهتم جدا ببعض المصطلحات. قلنا فيه كلمة اسمها اجونست. وده معناه ايه? ده معناه ان درج انا وقده بيشابه اللي بيحصل في الجسم بالزبط. هيبقى عنده افينيتي وعنده هاي افكسي. عنده مقدرة انه يبايند للريسبتور وعنده مقدرة كمان انه هو يعمل افكت بشكل كبير. يبقى فيه حاجة اسمها اجونيست. اجونيست يعني ايه? يعني درج عنده افينيتي وعنده افكت كاسي. طيب ما معنى كلمة افينيتي? افينيتي معناها ان الدرج عنده مقدرة انه هو يعمل بايند للريسبتور. يبقى الافينيتي ان الدواء يمسك في الريسبتور. طيب والافكسي ان الدواء عنده مقدرة انه يعمل تغيير في شكل الخلية ويعمل تغيير في الترانس داكشنز او الكاسكيد اللي هو تسلسل الاحداث اللي بيحصل جوه الخلية ويعمل افكت في طيب ما معنى كلمة افينيتي? افينيتي ان هو عنده مقدرة هذا الدرج انه يمسك فيه الريسبتور. اهو. درج يمسك في الريسبتور. وبعد ما الدرج يمسك في الريسبتور هيحصل افكت. دي اللي احنا بنسميها الريسبونس او افكسي. وبيحصل الريسبونس في الاغلب نتيجة كاسكيد او تسلسل من الاحداث معينة. في حاجة اسمها ده درج عنده افينيتي وعنده افكت عالية جدا. عنده افكت عالية بشكل لا تتخيل. خلاص? عنده افكت عالي بشكل لا تتخيل. اوكي? طيب في ايه كمان? في كمان ان الدرج بتاعنا يكون عنده حاجة اسمها بارشال اجونست. طب يعني ايه بارشال اجونست? بارشال اجونست. ان الدرج هنا عنده افينيتي برضو. ولكن الافكت بتاعته بارشال. بارشال يعني ايه الافكت بتاعته ضعيفة الى حد كبير. طب ويعني ايه انتاجونست? انتاجونست ده بقى اللي هو البلوكر. اللي هو ايه? البلوكر. اللي هو درج برضو يبقى يكون عنده افينيتي. يمسك في الريسبتور. لكن لما يمسك في الريسبتور ما بيحصلش اي افكت. يبقى انا عندي حاجات كتير جدا وانا بذاكر اخب بالي منها وابقى فاهمها بشكل كبير او ايه الحاجات دي يا جماعة? عندي حاجة اقدر اسميها ايه? اقدر اسميها اجونست. وان الاجونست عنده افينيتي وافكسي. الفول ااجونست افينيتي وماكسموم افكسي. البارشل افينيتي وبارشل افكسي. طب والانتاجونست عنده افينيتي ولكن افكسي. لو جينا حاولنا نرسم الاشكال دي مع بعض. لو قلنا هنرسم علاقة بين الديوز والريسبونس. يعني هنحط هنا الديوز وهنحط هنا الريسبونس. اكي? اكي. لو انا باخد الدرج بتاعي كل ما بزود الدوز بتاعته. ايه اللي بيحصل? الريسبونس بيزيد. الريسبونس بيزيد. وبعدين بيوصل لبلاتو. هنا واصل للريسبونس تقريبا مية في المية. الدرج ده نسميه ايه? ده نسميه فول اجونست. ليه? لانه واصل للريسبونس اه عالية جدا مية في المية ويسموا الافكت بتاعه او الافكسي بتاعته او الاي ماكس بتاعته مية في المية. يقول لك ده ماكسموم افكت. خلاص? طيب. لو رسمنا درج بهذا الشكل. قلنا ان ده درج كل ما بنيديه بيتزيد الريسبونس ولكن الريسبونس وقفت بقى. الريسبونس وقفت عند مقدار معين. ده نسميه ايه ساعتها? ده نسميه ساعتها بارشل اجونست. ده نسميه ساعتها بارشل اجونست لانه ما وصلش ل اي ماكس مية في المية. طيب. لو جينا آآ رسمنا درج بهذا الشكل كل ما تزود الدوز بتاعته ما فيش اي نوع من انواع الريسبونس بيبقى بديك خط كده. خلاص ده نسميه ايه? ده نسميه انتاجونست. ليه? لان انت عمال تزود الدوز ما فيش اي ريسبونس بتطلع. والانتاجونست ده بنسميه البلوكر يا جماعة. والانتاجونست درج بيبقى عنده افينيتي ولكن ما عندهوش اي نوع من انواع الافكسي. يمسك في الريسبتور لكن ما يدكش الافكت. في بقى حاجة خطيرة اسمها ايه يا جماعة? حاجة خطيرة اسمها الانجورس اجونست. ايه وانت بتزاكر لازم تاخد بالك منها جد. ايه الانجورس اجونست بقى. ده اه اجزام بتيجي دايما في الامتحان. ده درج بيمسك في نفس الريسبتور. بايند توزا سيم بيمسك في نفس المكان. خلاص بيمسك في نفس المكان بتاع الانتاجونست تقريبا. ولكن بيعمل حاجة خطيرة هنا ان هو يعني بيعاكس يعني لما يجي يمسك في الريسبتور بيعمل افكت ولكن افكت العكس بيعمل افكت اسمها افكت الريفورس. يبقى ريفورس يعني افكت الابزت اللي هو العكس. يعني لو جينا رسمنا الكيرف ده. هيبقى شكله عامل زي بتاع الدرج الانتاجونست. هتلاقي ان الدرج لما يجي يمسك فيه الريسبتور هو هيمسك في الريسبتور. في نفس المكان اللي بيمسك فيه الانتاجونست ولكن. هيديك ريسبونس العكس. فيبقى كده يا جماعة. يبقى ريسبونس العكس لتاحت. والمثال اللي عندنا ايه? قالك والله عندنا دوا. اسمه البيتا كاربولين. لما بيمسك في الريسبتور اسمه الجابا ريسبتور. خلاص. البيتا كاربولين ده ده انفيرس اجونست. طيب. الجابا ريسبتور. الجابا ريسبتور ده. ده ريسبتور يا جماعة جوه الدماخ. الجابا ريسبتور. ده ريسبتور جوه الدماخ. فايدته هذا الريسبتور انه هو يخليك هادي ونايم. هادي ونايم ومسترية. لو البيتا كربولين ما ساكد فيه لا بيدا كربولين تعمل العكس تخليك فيه وفيه تشنجات فيحصل ويحصل ويحصل تشنجات بشكل كبير للغاية خلاص يبقى مهمة جدا ما معنى كلمة قلنا درج عنده ما معنى كلمة ما معنى كلمة ما معنى كلمة الابلتي بتاعة الدرج ان هو يعمل او وهو بالك دايما بييجي في الامتحان كلمة كلمة دي واحدة من الكلمات الخطيرة والكلمات المرعبة اللي وانت بتذاكر تاخد بالك منها بشكل كبير جدا فيه عندك ايه كمان فيه عندك حاجة اسمها الTypes of Antagonism اللي هي ايه بقى الTypes of Antagonism في حاجة اسمها Competitive Antagonism دي مهمة جدا Competitive Antagonism قالك It's a Receptor Antagonism Competitive Blocking أو Competitive Antagonism لو جينا بصينا ان ده شكل الريسبتور بتاعه ده ريسبتور زي ما اتفقنا حاجة ماكرو مولاكلز حاجة بتاعها كبير ليه الغاية وزي ما اتفقنا الريسبتورز بتبقى موجودة فيه بتبقى موجودة على السورفز بتاع الخلية اللي هو Transmembrine أو موجودة Intracelular يعني موجودة جوة الخلية خلاص الريسبتور اهو ايه اللي هيحصل عندنا حاجة اسمها الأسيطايل كولين ده هندرسه بالتفصيل يا جماعة بعد كده بنرموز له دايما بالACH ده الأسيطايل كولين لص وعندنا حاجة اسمها الأتروبين ايه اللي هيحصل بينهم وهم بعض مين اللي الأسيطايل كولين ده بنسميه الاجونست ده بيمسك في الرسبتور يدي افاكت اما الأتروبين ده بنسميه بلوكر او انتاجونست يمسك في الرسبتور ما بيديش افاكت طيب الأسيطايل كولين والأتروبين مع بعضهم هيحصل تنافس الأسيطايل كولين عايز يمسك والأتروبين عايز يمسك وهم اللي اتنين بيمسكوا في نفس المكان نفس البايندينجي صحي فحيحصل تنافس بينهم ومن بعض التنافس ده مين يكسب فيه في الأغلب اللي بيكسب فيه هو يعني لو الأتروبين هو الأكتر يمسك لو الأسيطايل كولين هو الأكتر هو اللي يمسك طيب نفترض أن الأتروبين مسك الأتروبين بيمسك بشكل ببوند ضعيفه يسموها بوند آيونيك بوند ريفيرسابل بوند آيونيك أو هايدروجين بوند لو الأتروبين مسك ممكن تعمله يعني ممكن أن أنت ماشي أماشي ازاي أزود الدوز بتاعة الأسيطايل كولين أزود الدوز بتاعة الأسيطايل كولين يبقى فيه تنافس بين الأسيطايل كولين والأتروبين على واللي يكسب يعمى مين يعمى مين الأسيطايل كولين أو الأتروبين وزي ما اتفعنا مع بعض حسب الكونسنتريشن وأوعى تنسى أن الأتروبين بيمسك بشكل إيه؟ بيمسك بشكل ريفيرسابل وزي ما اتفعنا يعني إيه ريفيرسابل؟ يعني بيمسك ببوند ضعيفة بنسميها في الأغلب هو ايونيك بوند او هيدوجين بوند دي حاجة بنسميها كومبيتتوف يا جماعة حاجة بنسميها ايه دا كترة بنسميها كومبيتتوف فيه كمان حاجة تانية مهمة ممكن نسميها ايه ممكن نسميها non-combit positive طب هو يعني ايه الانتاجونيست بيمسك في صايت تمام بعيد بيمسك في صايت مختلف بيسمو الألوستيرك صايت exerting their action to the receptor خلاص they don't compete ما فيش تنافس بين وبين الانتاجونيست this antagonist may decrease the affinity of agonist to the receptor or reduce the receptor activation زي الهكساميسونيوم والأسيطايل كولين عند النيكوتينيك ريسابتور أو بعض الانتيبيوتكس أو بعض الانتيكانس يعني ايه الكلام ده يعني النون كومبيتتف ما فيش تنافسه النون كومبيتتف ما فيش على فكرة يعني ما فيش حتة فيحصل وبيمسك فين بيمسك في مكان بنسميه يعني ايه يعني لو قلنا ان ده الريسابتور بتاع خلاص هنا الريسابتور المكتوب حاجة اسمها نيكوتينيك ريسابتور أوكي هنا في دواء اسمه زي ما اتفقنا ده اللي بيمسك برضو في حاجة اسمها النيكوتينيك ريسابتور الاسيطايل كولين بيمسك فين بيمسك هنا انا بقى عملت الجنب. الهيكساميسونيام ده بيمسك في مكان اوكي? بيسموه الالوستيريك سايت. وممكن يمسك في موجودة جنب الريسابتور. اه? الهيكساميسونيام في الاغلب بيمسك في السوديام الشانل بيمفلها. يبقى الهيكساميسونيام حيمسك هنا. لما يمسك هنا بيعمل ايه? بيغير شكل الريسابتور او بيغير الريسابتور اكتيفيش. خلاص هنا مفيش حتة الديسبلسمنت يا جماعة. وهنا مفيش حتة ان الهيكساميسونيام اقدر امشيه. اه? لان مفيش تنافس بينه وبين الاسيطايل كولين على وبالتالي ده مثال وبالتالي ده واحد من الادوية القوية كبلوكينج. خلاص البلوكينج النون كومبتتف اقوى بكتير من الكومبتتف. الكومبتتف كبلوكينج هو فيه تنافس. ممكن يمسك ويسيب ويعتمد على لكن النون كومبتتف بيبقى في الاغلب اقوى. عشان كده تلاقي حتى الادوية الانتي كانسر والانتي بيوتكس في الاغلب دي ادوية بتعالج امراض قوية ففي الاغلب بتلاقيها بتشتغل بشكل نون ايه? نون كومبتتف. طيب فيه ايه كمان? فيه حاجة اسمها ها? الان كومبتتف. حاجة اسمها الان كومبتتف ده النوع التالت او المثالي التالت من البلوكينج. الان كومبتتف ده معناه ايه? معناه يبا المثال هنا حاجة اسمها ايه? ان كومبتتف. ايه الان كومبتتف ده? الان كومبتتف لما نيجي نرسمه ونفهمه ده الريسابتور بتاعنا. وهنا مثلا الاجونست بتاعنا. ده الاجونست اللي ايه? بيمسك فيه الريسابتور. وزي ما انتفقنا الاجونست بيعمل ايه? بيمسك في الريسابتور. عنده وعنده افكاسي. انا هستخدم ايه بقى المرة دي? هستخدم انتاجونست. اوكي? الانتاجونست ده من انه نوع من النوع الان كومبتتف. ايه بقى بيعمله الانتاجونست هنا? الانتاجونست يمسك هنا. يبقى برضو بيمسك في الالوستيرك ساعت. اما الاجونست بيمسك هنا. بيمسك فيه البييندينج ساعت. ايه الجديد بقى? ان الانتاجونست بتاعي بيمسك ميلي بشكل قوي جدا كل ما كان الاجونست كتير. يعني كل ما كان الاجونست موجود جوه الجسم كتير جدا. وماسك هنا بشكل عنيف. الانتاجونست يقدر يمسك افضل. يعني الانتاجونست عنده مقدرة انه يمسك في المكان بتاعه ويقدر انه هو يعمل بلاك بالريسبتور بشكل كبير كل ما كان فيه high amount of agonist وبالتالي الانتاجونيست يشتغل أفضل كل ما كان فيه higher concentration of agonist الانتاجونيست بتاعي يشتغل أقوى كل ما كان agonist كتير كل ما كان المرض سيفير أو المرض مدرد يبقى ناخد بقنا ان الانكمبيتاتف هو هو تقريبا النونكمبيتاتف بس ايه الجديد فيه ان الانتاجونيست بيمسك بشكل أفضل وبيمسك بشكل غاية في المتع وغاية في الجمال كل ما كان المرض advanced كل ما كان المرض سيفير ويمسك بشكل أفضل كل ما كان الاجونيست موجود وماسك فيه الريسبتور بتاعه خلاص يبقى ده النوع اللي اسمه يا جماعة الانكمبيتاتف واخد بالك زي مين زي ده هو اسمه الميمانتين الذي يستخدم فيه علاج سيفير كيسيز من حالات الالزايمر الالزايمر ده اللي هو مرض النسيان وبنتلي الأمثلة مهمة جدا وانت بتجاكر تبقى حاطتها في بالك فيه ايه كمان برضو من الحاجات التانية اللي هنتكلم عليها حاجة اسمها الريفيرسابيليتي احيانا البلوكر بيمسك ويسيب زي ما اتفقنا ويمسك ويسيب ده معنان هو بيمسك ببوند ضعيف بيمسك ببوند ضعيف ده بنسميها ريفيرس بيمسك في الريسبتور ويسيب يمسك ويسيب ودي اعرف لي انها بوند ضعيفة للغاية اوكي واعرف لي ان هنا البوند اما تبقى ايونيك بوند اما تبقى هايدروجين بوند يبقى بوند ضعيفة بنسميها ايونيك بوند او هايدروجين بوند وممكن كمان يكون الدواء بتاعنا بيمسك وما يسيبش ده يسموها ايه بقى كونه ان هو يمسك وما يسيبش دي يسموها يعني دي ساعتها يسموها طبعا هنا مثال زي مين موجود عندنا في الأمثلة زي حاجة موجودة عندنا اللي هو نيوستجمين ده بيمسك بشكل في الريسبتور بتاعه أو الانزايم بتاعه اللي هو هناخده بعد كده انزايم اسمه كولينستريس بيمسك فيه ويوقف بيمسك فيه بشكل REVERSable وعندما انتفقنا يعني ايه REVERSable يعني يمسك ويسيق وزي ما انتفقنا بيمسك ببوند ايه ببوند ضعيف بنسميها WEAK IONIQ أو HY Europa طيب في ايه كمان في حاجة اسمها REVERSable حاجة اسمها ايه REVERSable يعني ايه REVERSable يعني امسك وما سيبش بقى ها ودا دايما بيبقى ماسك byبوند قوي جدا بنسميها بوند كوفيلانت بوند قوية بنسميها بوند كوفيلانت بوند قوية ودايما الدواء هنا بيبقى يقعد في الجسم فطرة أطول وهندرس مثال حاجة زي كده حاجة اسمها الفينوكس بن زمين ده واحد من الأدوية اللي بيعمل بلوكينج لحاجة اسمها الالفا ريسابتورز هنتكلم عليها بتفاصيلها بعد كده بيمسك فيها بشكل وطبعا الأدوية دي بتبقى بشكل كبير جدا بعد ما نخلص مذاكرة المحاضرة دي برضو جريت نحل الكويز وتبعتولي الإجابات بتاعتكو بإذن الله عشان أتأكد ان كل حاجة تمام هو كويز بسيط جدا الكويز هنا بيقول ايه السؤال الأول عشان نتأكد ان احنا مذاكرين كويس اديني دواء ما بيشتغلش على تارجت اديني اجزامبل اديني اجزامبل نان كومبيتاتف نان كومبيتاتف ديفاين يعني ايه اجونست يعني ايه انتاجونست يعني ايه انفيرس كل الكلام ده لابد ان انت تذكروا بشكل كويس ونستني ايه جابتكو لاز طبعا يعني الناس اللي مركزة اكيد عارفة الأدوية اللي ما بتشغلش على تارجت نقولنا زي الانتاست والاستوماتك ديورتكس الامورس ايه اجونست اخدنا مثالالبيتا كربولين الكمبيتاتف انتاجونست عندنا حاجة زي الاطروبين النان كومبيتاتف عندنا مثال حاجة زي الانتي كانسر والانتي بيوتك والهجسة من سوني شكرا جزيلا لكم يا شباب وأتمنى أنتوا تكونوا استفدتوا من المحاضرة بتاعت النهاردة أتمنى أنتوا تذكروها بشكل كويس وبشكل سريع عشان ننطلق في المحاضرات القادمة